عليكم السلام وحباتي اهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية وهذه الحلقة رقم 1202 يعني نعيش في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة في موضوع الفتنة كما جاءت في القرآن الكريم ويعني نتعرض فيها للفتنة يعني اذا جاءت بنفس اللفظ الفتنة اشتقاته او اذا جاءت بمعناه وطبعا الفتنة على انواع فتنة الله جل وعلا للبشر فتنة البشر للبشر فتنة الشيطان للبشر لكن هو اهم شيء معنى يعني اهم معنى في معاني الفتنة والابتلاء وهذه الحلقة عن فتنة الله للبشر في الابتلاء او الاختبار ويعني الموضوع ان ربنا سبحانه وتعالى يعني اختبرنا جميعا بانه خلق السماوات والارض لابتلائنا او لاختبارنا يعني تخيل يعني السماوات والارض تخيل الارض وتخيل المجموعة الشمسية وتخيل المجرة وبلايين البلايين من المجرات ودول كلهم هما ما بين السماوات والارض يعني ده اللي هما ما بين السماوات والارض وبين الارض لها ستة مستويات او برازخ والسماوات لها سبع برازخ او سبع سماوات ده كله يا استاذنا ربنا خلقه عشان يختبرنا وهذا يعني قلنا هذا الكلام كثيرا ونذكر به كثيرا هذا يعطينا اهمية كبيرة جدا انت ايها الانسان ربنا خلق عشان قاتل اختبرك كل هذا الكون ويعطي اهمية للحرية بتاعتنا لانه خلقنا احرارا وهنا الابتلاء يقول سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عمل ينتذكروا هذا جيدا ده الاية سبعة من سورة ووت نحن نعيش ثم نموت الموت والحياة ده في حد ذاته ايضا ابتلاء واختبار تبارك الذي بده الملك على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن وعملا وهو العزيز الغفور ده الاية الثانية من سورة الملك والله سبحانه وتعالى زين الأرض عملها يعني تعالى فيها زينة وهذه زينة هي اختبار لنا هل نعبد الزينة وننسى الباقيات الصالحات ام نتمتع بالزينة تمتعا حلالا ولكن نتذكر ان الباقيات الصالحات عند الله خير في حين يزول كل هذا العالم وحين تتبددوا هذه الأرض بما عليها من زينة يقول سبحانه وتعالى ان جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن وعمل دي الاية السابعة من سورة الكام اهم حاجة هنا في المطعبة ان الله سبحانه وتعالى يبتلينا بالخير والشر هنا بقى كلمة فتنة فتنة اي اختبار يقول سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وهذا يعني واضح في حياتنا فالانسان عندما يصيبه المرض او عندما تصيبه ازمة يتوب الى الله لكن بعد كده يفتن وينسى توبته ويعود الى ما كان عليه من الصيان جاء هذا في سورة الزوم الى 49 فاذا مسى الانسان ضر دعانا ثم اذا خورناه نعمة منا قال انما اتيته على علم بل هي فتنة يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يمس بدر وبعدين بعد كده يكشف عنه ضر فالي يعني اذا سقط يبدأ سقط يعني افتتنا بهذا فاذا مسى الانسان ضر دعانا ثم اذا خورناه نعمة منا قال انما اتيته على علم بل هي فتنة ولكن اختارهم لعلمون تكرر هذا في الاية 8 من سورة الزمر وتكرر ايضا في الاية 12 من سورة يونس وربنا اعطى مثلا رائعا في سورة الكهف مثلا رجلين احدهم يملك جنتين واغتر بيهما ان رأت انه يعني كفر ويعني قال اننا حتى لو رجعت لربنا سأجد خارة منها منقلبة ووعظه صاحبه فلم يتعز فداما الآية 32 لغاية الآية 43 من سورة الكاف وربنا سبحانه دمر له جنتيه فهذا انسان سقط ورسب في اختبار او في فتنة النعمة واكبر مثل يعني مش اكبر مثل ان فرعون اكتر منه يعني ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه مؤتنه من الكنوز ما انما فاتحه لا تنوب بالعصمة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح النظال يحب الفرحين المهم انه قال ايه قال انما اوتيته على علم عندي ده علمي انا ربنا ما ادنيش حال ففي النهاية ربنا عاقبه بان خسف به وبدال الارض القصة موجودة في سورة القصص من الاية 76 الى الاية 82 وربون سبحانه يعني يتحدثوا عن الانسان قال بلك الانسان مصطلح الانسان في القرآن الكريم هو عن الشخص سواء انذكر او انثى على الشخص العاصي يعني فيه كلمة الانسان فيما يخص الخلق هل لاتع الانسان يحينه من الدار لما يكون شيئا مذكورة لكن في معظم ما تأتي كلمة الانسان تأتي في معرض الفرد السيء يعني قتل الانسان ما اكفره ان الانسان ربه لكنود ان الانسان لا كفور ان الانسان لا كفور ومبين كل هذا فمن ضمن هذا ما جاء فيه سورة المعارج ان الانسان خلق هلوعة اذا مسه الشر جزوعة واذا مسه الخير منوعة الا المصلين هو ما بعد ذلك فالانسان هو يعني فيما يخص هذا هو الانسان العاصي وفي سورة العلق فأما الانسان في سورة الفجر فأما الانسان إذا ما ابتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا وفي سورة العلق كلا إن الانسان لا يطرى أن رأاه استغنى كفلك مش أن استغنى أن رأاه يعني رأى نفسه استغنى لكنه لا استطيع أن استغنى على الله سبحانه وتعالى الذي يمسك وتحكم في أجهزته من التنفس لغاية الإخراج لغاية الأكل إلى آخره لكن هو يعني يستغل نعمة الله ويفتن بها ويلقى الجزاء لذا يعني بعض النسبة ممن يعبد الله جل وعلا على حرف فإن صباه خير نطمئن به ونصبته فتنة انقلبة على وجهه ده كما جاء في الحج الآية 11 ده هو الذي يرصب في اختباري وفي ابتلائي وفي فتنة النعمة شكرا أحباتي وأنتقل في حلقة القادمة